يقول يا حبيبتي المغني حين ينام الشعراء تنبت من ضلوعهم قصائد بيضاء وحينما يستيقظون لا يجدون في سريرهم سوى خيط من الدماء سأترك إكمال هذه القصيدة لصاحبها الشاعر محمد أحمد إسماعيل برحب بحضرتك أعلم بحضرتك كيف تنبت القصائد البيضاء للشعراء ولماذا هي بيضاء يا صديقي ومبروك على هذا الديوان الجديد قمح الكلام من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان جديد صدر منذ شهور قليلة نعم أشكر حضرتك تنبت القصائد البيضاء في أحلام الشعراء وتنبت هناك في الواد الخصيب على ضفتي واد النيل حيث البراءة والبكارة والتزاقة مع القمح قمح الكلام ما معنى قمح الكلام؟ القيمة الحقيقية للكلام الله الكلام الغذاء ولماذا القمح تحديدا؟ لأنه القمح هو الخبز يعني أنا عايز أقول إنه العيش المصري يسمونه العيش من الحياة من الحياة وده يمكن فيه ارتباط مع كلمة عيش زي ما حضرتك تفضلت قلت الكلام الضرورى الكلام اللي فعلا يديك حياة الكلام الحقيقي وليس الكلام الأجوف الكلام الذي يبني ولا يدمر الكلام الذي يزرع فينا في شخصياتنا القيمة والمعنى والكرامة وتحقيق الذات افتقدنا ده كثيرا يعني إيه اللي بيربطنا بين قصائد قمح الكلام؟ البيئة أنا من سهاد من قرية اسمها أولاد عزاز أفخر بناسي كلهم وأهلي هناك ارتبطت بالغيط والأمح والقطن والدرة والبيئة كلها كده والطين والنيل والجبل والبيئة هناك حاكمة ولها ظروفها لكنها بتعم تصنع الشخصية تبني الشخصية بناء حقيقي يعني إحنا بيئات مختلفة بنشوف الألوان كلها فبتبقى كأنها لوحة تشكيلية أنا شايف النيل بلونه لكن إي رابط المعنى ما بين القصائد؟ هل فيه هل فيه تيمة معينة أو لا أنا هنا بتكلم عن عن الأصل طبعا طبعا عفوا عفوا أنا بتكلم عن عن الأصل في التكوين وبناء شخصيتي أنا ولذلك تلاقي القصائد دي متفرقة صدر ديوان 2012 شكله كله سياسي وكان مكتوب في فترة زمنية متقربة لا تتجاوز العشر سنوات هذا الديوان على امتداد فترة كتابة الشهر ففيه نصوص هتلاقي حضرتك من التمانينات ثم التسعينات ثم ما بعد عام 2000 فبيربطهم كلهم اللي بناني أنا يعني حتى أنا قيل ده في التقديم فبعد الاهداء يعني إلى أبي سفنة نوح الذي عبر بنا في فيضان الحياة وما زال يعبر ربنا يدي له الصحة وأمي الله يرحمها قمح الأبد قمح الديمومة والحياة إلى نهايتها الاهداء وإلى جدة هند الشخصيات دي هي المدرسة الأولى التي تعلمنا على الهداء وما زلنا نتعلم قنديل الحياة جدي اسماعيل ده كانت كمان شخصية يعني فذة وعبقرية تعلمت منه الكثير جدا فسمته زمن الأجران فيه نص طبعا بيتكلم عنهم كلهم وبعدين بقول اللي بقين العلاقة هنا وإلى تلك الأيام التي شبت فيها روحي على قمح الكلام رائع احنا عايزين نسمع حاجة من الدوان ده من اختيارك انت اختيارك انا اولا بالزبط اه اختيارك انت طيب اه نبدأ بقمح الكلام نفسها تفضل اه قمح الكلام مكونة من عدة مقاطع المقطع الاول بعنوان اه قمح الكلام الاهداء الى امي سقط الفلاح والصبار قام سقط الفلاح والصبار قام وعلى مشنقة الهالوك قهرا علقوا مجد السنابل زلزلوا عرش المناجل وانحنى قمح الكلام فاسمعي لحن الافول يا قواديس الحقول هاجر الطنبور في صحراء روحي لم يجد ماء فابكته جروحي وابلغيث الهطول وابلغيث الهطول اين وجه الارض في صورته الاولى ومن ابكى زغاليل اليمام المرمى المرمى دي مجموعة براميل كان بتبقى زي معدية ايام الفيضان ابي كان يمتلك واحدة منها جميل المرمى الى ابي سفينة نوح ضحك الفيضان عليك وابطل موعده السنوي وخلاك تتيبس روحك مثل براميل مثل براميل مرمتك افرق عينيك وقبل كهربة الريف واستقبل وجه الدشي بوجه مغصول من لفحة شمس بؤونة واستنطق هذا الطين يخبرك بما كنت ويخبرك بما فعلت بك تلك الايام المجنونة الله جوع الى جدة هند قنديل الحياة وحدي قدام البيت وحدي قدام البيت وكتاكيت الجدة هند تنقر في طين المصطبة الحولي بمناقير الجوع الواهنة الصفراء تبحث بين مداميك الطين وآثار التبن عن حبة قمح شاردة من زمن الأجران جدي الى جدي اسماعيل زمن الأجران يحكم لف الشاش على لبدته البيضاء يحكم لف الشاش على لبدته البيضاء من عينيه تطل الدنيا في فمه بستان حكايات كان يدخن ما بقي لديه من أعصاب السنوات يحكي كإله أسطوري عن زمن فات عن أشجار الصنط وتأبير نخيل الحومة ونشيد الفيضان انتعض كثيرا عند بناء السد وقال الأرض الأنثى والذكر الفيضان فانتبهوا يا أبناء القحط فانتبهوا يا أبناء القحط الزمن العاقر جاء يحكي عن رائحة القمح وعن رقصة أبدان القطن وكركرة اللوزات عن جلسته كنبي ألقى موعظة بعد تمام بناء المصطاح عن ساقية تنهل من روح الأرض لتمنح وجه الأرض العافية وتمنح إنسان الأرض براهين الإنسان يحكي عن ناس مروا تحت الشمس وغنوا لطواحين الريح وعن إكرام الضيف الهين وجه باش وكلام لي خطفتني صفارات قطارات الغربة طحنتني تحت العجلات خن عدت على كتفي مسخ السنوات المصطبة كما هي ظلت بحرا يمتص حواديت السنوات وجدي مات الله الله زمن الأقرون اللي هو إيه يعني إيه زمن الأقرون كان الفلاحين في الصعيد وطبعا بحري في آخر كل موسم في زراعة الأمح أو البرسيم أو الفول أو الضرف يبقى فيه حوش كبير مساحة كبيرة جدا كانت تحوي هذه الأجران كل واحد بيحط جرن اللي هو محصوله من الأرض من هذا المحصول فبيحطه كده إلى أن ييبس قليلاً يعرض للشمس حتى تنتهي منه الرطوبة ثم تتم عملية الدراسة زمن كان النورج نعم كان يلف كده وبعد كده بقت الدراسة يعني هذا الزمن اختفى هذا الزمن اختفى نعم ليه الأجران راحت فيه؟ قلت زراعة القطن والقطن نفسه بتاعته بقتش هي التاول قديمة فإنتاجه قلي جداً كنت تحس الأول أن القطن بيدحك حتى أنا قال هنا وكركرة اللوزات رقصة أبدان القطني وكركرة اللوزات ما عادش المحصول ده موجود دلوقتي كان ممكن آخر آآ راية وانت بتروي الغيط في اللوطن ممكن تروي على ضي اللوز بتاع اللوطن هو وطالع كده وكان مبشر وضاحك حالياً ما عادش الانتاج ده موجود الأمح قال انتاجه جداً وتقلصت المساحات مع تقلص الوادي والجاور على الأراضي الزراعية والبناء فيها فبقت المساحات نفسها بقت محدودة مساحات محدودة لا خالص يعني زمن الخير بقى كل واحد آآ ومطالب انه هو وكأنك تبكي هذا الزمن اكيد 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 هو مطالب انه هو يولع في 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 التبني اللي اللي بقى ده في الغيط لاني ما مالوش ببقاش فيه شوان خلاص الناس كلها تمدنت ومبقاش له شوان وقلت تربية المواشي والزراعة ما بيتش زي ما هي كان الاول التبني ده بيعمل بي ايه كان بيقعدوا بيبقى علف الحيوانات والمواشي بقى تبقى بيحرقوا وتأتي السحابة السوداء على رأس الحقول التي تقلصت بفعل ان الكردون محدود شوية وانت في الوادي جوه حصرنا الجبل من هنا والجبل من هنا فخل مساحة الزراعية نفسها تقلصت فكنت اتمنى ان يكون فيه رؤية من زمان مبكرة المصر ان يكون البنى خارج الوادي كله ويفضل الوادي زي ما هو راضي خصباء تجود بما كانت تجود به على الشعب المصري الشعر محمد احمد اسماعيل هو شعر وكاتب مسرحي ومعد برامج وعضو مجلس ادارة ورئيس مجلس ادارة نادي ادباء 6 اكتوبر لعدة دورات وله العديد من الاصدارات منها الحصى والرصاص وده مسرح شعري عن الهيئة المصرية العامة الكتاب وايضا احزان السياب السبعة وده ديوان شعر بالعربية وانا عايز اقول له انه احزان السياب السبعة ده عن شعر العراق العظيم بدر شاكر السياب اللي بتحل ذكرى اليوم اليوم ذكرى ميلاد بدر شاكر السياب في 25 ديسمبر عام 1926 والغريب ان يوم وفاته كان يوم 24 ديسمبر عام 1964 هذا الشعر الرائع يعني اللي قال عيناك غابة نخيل ساعة الصحر او شرفتاني راح ينقى عنهما القمر عيناك حين تبسماني التورق الكرم وترقص الاضواء كالاقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة الصحر انا بقول انه من المهم ان احنا نقرى حاجة من ديوان احزان السياب السبعة بس هي القصيدة اللي بهذا الانوان طويلة شوية او ما مر عام ولا عراقه ليس فيه جوع يعني نشوف حاجة من ابداعاتك عن بدر شاكر السياب بدر شاكر السياب انا بس هقول المقطع الاول طيب نقول مقطع لان القصيدة طويلة ممكن نقول اللي فيه جوع ونقول الاخير ثم سبع مقاطع عشان هي تكون الرؤية مكتملة اه اقول والعلم لكم انه اه مات مريضا بمرض كان غريب وقتها تقلص جسمه وراه زاره صديق فكان جسمه كله ضمر ما على جمجمته هي المنتفخة وعينه غائرتان فقال زلته لم ارى منه الا عينيني وجمجمه اه وهذا الشعر الذي اصار ضجة كبيرة في المستوى الابداعي العربي الابداعي وكتب في جميع اه الوان الشارع او اغراض الشارع كما يقولون غريب على الخليج كان يعني من اهم دواوينه مهم في جناسته مشيو اتنين صديقه ده اللي راح زاره واحد النقاد فقط فالمفرقة دي كنت هين لازم لازم تعلق عليها تفضل فمن احزانه الحزن الاول بيقول اثناني في جنازتي اثناني في جنازتي كلاهما مشى خلفي متسع الاحداق الموت والعراق الله 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 مغربا كنت عن شمس جيكورة وعن وجه وفيقة حبيبته وفيقة مغربا كنت عن شمس جيكورة وعن وجه وفيقة شباكها العالي تركته هناك في الحديقة معلق به قلبي كعقرب الايام يدق كلما دقت عظامي صخرة الالام يهتف بي ان اكتب القصيدة حتى تلين الفكرة العنيدة فاكتب ما في دمي واشتب حتى تلين الفكرة العنيدة فامضغ الكلام حصر من انزعه من شجر الاحلام غادرت جسدي وجئت يا عراق متشحا بالملح والدموع في كل حلم اركب الحصان فيفتح الباب الى المنفى ويحرق الطريق للرجوع ويستحث المظلمون مقلتي لأعصر الضياء فيفلت الخليج من دمي وتدخل الغربان رئتي وتأكل القمح الذي تركته لصبية الذين لا يجيؤون وترفض الطلوع وكل عام حين يعشب الثرى نجوع ما مر عام والعراق ليس فيه جوع وكان زرياب وكان الموصلي وكان زرياب وكان الموصلي والمتنبي كان باب مدخلي وكان في يدي سحابة الرشيد تمطر يا عراق حيثما تريد وكان يأتي الحوت كل ليلة ويلثم الضياء في جبين نينوى وكان يأتي العيد وكان من ضلوعي يشرق نخل البصرة العنيد وكنت في زاوية هناك في مقهى قديم أهش عن روحي بقايا سأمي وأسمع الأيام نجوى ألمي وكان في الميدان ضجة مريرة والغرباء يخرقون عين الشمس يهرسون وردة الشارع ينضغون حدقة البيوت فقلت أعطني يا وطني علامة أخيرة فرفع الجنات في وجهي مشنقة ضريرة وفي دمي قصيدة تموت والموج يعول بيعراق فأكتب ما في دمي وأشتب ليس سوى عراق فأكتب ما في دمي وأشتب البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون فأكتب ما في دمي وأشتب إن خنت معنا أن أكون فكيف يمكن أن أكون فأكتب ما في دمي وأشتب تموت في دم القصيدة أموت تخرجك العنقاء من دمي قصيدة العراق الله الله طبعا بدر شاكر السياب أحزان السياب السبعة يعني ده حتى احتفاء رائع من الشعر محمد أحمد إسماعيل ده قامة شعرية عظيمة زي بدر شاكر السياب وهو واحد من مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي وكتب في كل أغراض الشعر وكان واحد من مقولاته الشهيرة أن احنا مع انتصار الأمة العربية لسنا مع أشخاص ولسنا مع أحزاب سياسية بعينها وهذا دور الشعر وهذا دور الشعر والمفقف لأمتنا وجميل أن احنا نحتفي بقامة زي بدر شاكر السياب من خلال شعرنا محمد أحمد إسماعيل أختم هذا المحور عن بدر شاكر السياب بأبيات بيقول فيها أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف تنشج المزاريب إذا همر وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى هو المطر نالله بعود لقمح الكلام معاود وتختار لي أيضا قصيدة أخرى تقترب من هذه الأجواء أو كما تشاء هي منها في الدوان يعني في دوانك اسمها؟ عصاية ضريرة لا مش هتلاقيها في الدوان دي نصرة أولى كانت في عصاية ضريرة في الدوان بس أنا كنت كتبت دي وضاعت ونزلت واحدة بديلة بنفس العنوان في الدوان انت مقلف أعمالك يعني أنت عندك مصرحية الحصى والعصاص ودي كانت من مطابع الهيئة المصرية العامة الكتاب أربع وتسعين في أربع وتسعين وكان دي أنا كنت أنهيتها في تسعين عن الاتفاضة الأولى في سنة التسعين كان عندك عشرين سنة كان عندك عشرين سنة كانت الهيئة بتنشر لي كنت عندك عشرين سنة نعم نعم وكان بخمسة وتلاتين قرش كان حلمي أنا تفرغ تماما للمسع الشاري الآن قمح الكلام بتنشر جنيه فرق جدير في الزمانية هو مدروم أيضا مدروم أيضا اتفضل عصايا الضريرة كنت متكئا تحت ظل القدر كنت متكئا تحت ظل القدر ممسكا بعصايا الضريرتي كنت أهش بها يا إلهي على ألمي وأرد بها ثورة الريح أردها مددا في سماء دمي كان يشترني البحر نصفين نصفا يعلقه الموت في قبة الملكوت الفراغ ونصفا يغني بلا لغة في مرايا الهزيم حين مرت على خيمتي دمدمات الجحيم نصف روح أنا نصف موت أنا نصف بحر أنا نصف ريح زلزلتني الحتوف قتلتني مرايا الحروف بين موج السيوف وموج السيوف أيها الشعراء الذين على زورك الريح مروا هنا من أنا سوف أفتح باب السماء أمر على بيتكم وأرد السلام على وردكم ثم أمضي علقتني المرايا على وتر في كمان البكاء علقتني المرايا على وتر في كمان البكاء يتكسر ضوء المصابيح في شفتي حين أفتح شباك هذا الصباح ثم لا تدخل الشمس قلب الذي سكنته الرياح سرق الليل خيلي ونام اللصوص على نهنهات الجراح من يرد إلي البراح يا إلهي أنا نصف شيء يا إلهي أنا نصف شيء طفوت على لجة الحزن لا أملك الآن إلا عصاي أتهجى الشوارع مثل المجازيب لا خطوة أوصلتني ولا خطوة أرجعتني إلي فأين خطاي لا عيون لهذه الشوارع حتى تراني الله المركز الأول في مسابقة مؤسسة فلسطين الدولية بالأردن تم تكريمه بالعاصمة والمركز الأول في شعر العمية في مسابقة القوات المسلحة سيناء اختيار المستقبل وتم تكريمك في مؤتمر الأدب المصري ونبوءة الثورة طالما نتكلم عن مؤسسة فلسطين الدولية وعن الوضع في فلسطين وتصريح ترامب وطالما أنك كتبت قصيدة هامة أعتقد عن ناجي العلي كان مقطع من قصيدة طويلة اسمها في غزة كتبك اسمها أضرب غزة في أواخر عام 2008 وأواء العام 2009 تمام تخير لنا مقطع منها الأقرب لما يدور الآن الأقرب لما يدور كل يوم قمح الكلام الحصى والرصاص أيضا من بين قبعات الشعر محمد أحمد إسماعيل إنه يعمل مصحح لغة عربية وده شيء يعني فعلا مهم إنه إيجادة اللغة العربية للشعراء لأنه بنرى فرض عين صحيح فرض عين صحيح فرض عين طيب نقول ده عشان نقول مقطع المرتبط بنجل عليه اتفضل في غزة ينفجر البحر ويأتي الشعراء فرادا والشهداء زمر في غزة يلقي السحرة حياة جحيم الكون على صخرة موسى تنفجر لضمأ الناس سقر يفتح باب الريح على أطفال الجثث الأبديين وينشب هذا العهر أظافره في وحل الروح في جسد الأيام الميتة يلوك فتاة العتمة لتجيء العتمة أبهى وتجيء الرؤية أدها وأمر يسقط في غزة قانون الرحلة والمرتحلين تسقط شجرة مريم في جرح الطين يكمل طالوت اللعبة أي الأسادي سيبدأ في عزف النزف وأي الشعراء سينهي خارطة التكوين ضعف الشارح والمشروح لا عاصم في هذا الوطن المسفوح لا بحر تجيء إلينا منه سفينة نوح لا باب يصر إذا دفعته أيدي الأحباب إذ لا أحباب إذا جن الموج سوى أنياب غرق إذ لا نجو من الفيضان سوى الفيضان في غزة لا عاصم إلا الدم وإلا أن ينفجر البحر ويأتي الشعراء فرادا والشهداء زمر رسالة من ناجل علي إلى حنظلة بيقول له يا حنظلة الصبر يا حنظلة الصبر اصبر فالوفق الممتد رحيم بيمينك هذا الوهج وخلفك أكوام الغيم ونصب جراحك فاصلة التكوين فاصبر حتى ينفل تعقال البحر ويهزم فيه الجزر المد رسالة من حنظلة إلى ناجل علي من حنظلة الصبر الصابر في شرك الصبار وحدي في خط النار وجهي صوب نزيف الشمس وعيوني ترقب رغم الغيم الغد وشمال قبض الريح وفي ظهري جثث وخراب وفضاء ممتد الله الله يعني الوجع العربي موجود في إبداعات كتابه عبر كل الأجيال ولا يوجد مبدع حقيقي لم يكتب عن قضية فلسطين أنا عايز في ختام هذه الفقرة لأن الوقت دهمنا أن أختم بجزء من قصيدة من قمح الكلام الديوان الأخير للشعر محمد أحمد إسماعيل وهو من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب نقول لرسائل رسالتي إلى أبي حين زرعتني لظا في حجر أمي هل حلمت بي رغيف خبز طازج بالفقراء فها أنا سنبلة يابسة تنبت في ملح أجاج وهل حلمت بي ترنيمة تهازج المطر تشق صدر الأرض في وداعة النوار تفور في نشوتها أغنية القطن التي تبث الدفء في عروق رعشة الشتاء فها أنا في شقوة العراء تميمة العراء وهل حلمت بي شمسا على أهدابها يسافر القمر إلى رحابه الأثير في ديمومة الشفق وهل حلمت بي طيرا جناحاه يضمان الأفق فها أنا طير جناحاه مهضاني على غصن القلق وهل حلمت بي بحرا يطل من نافذة الحياة فيمنح الحياة لونها الرحيم ويمنح الغناء طعمه القديم ويمنح البلاد شكلها النعيم حين زرعتني هنا في حجر أمي هل حلمت بي مدينة بلا صدق نشيد ثورة بلا صدق سيفا بلا صدق الشمس يا أبي صدق والبحر يا أبي صدق والأرض يا أبي صدق والسيف يا أبي صدق فكيف تزرع الصدق رسالتي إلى أمي ستنتهي غدا الحفلة التنكرية ستنتهي غدا الحفلة التنكرية ويسقط المكياج حينما يصيح مخرج العرض ويعلن انتهاء المسرحية وحينها ستعرفين أنني مت لأنني كنت بلا قناع حين سقطت عامداً ما بين لهفة اللصوص ورجفة الجياع نعم فحينما تبللين شعري الضمآن بالدموع وحينما تقبلين جبهتي سيرفع الله الغطاء عن عيوني وتعرفين حينها من كاد لي وتعرفين قاتلي بشكر الشعر محمد أحمد إسماعيل على هذه الإطلالة على عالمه الشعري أنا اللي أشكر حضرتك أنا اللي أشكرك والحقيقة كمان هو له مصرحية اسمها الحصة والرصاص منها نتطرق إلى الفقرة التالية وهي تخص المصرح أيضاً مع المخرجة المصرحية عبير علي الحائزة على جائزة كأفضل مخرجة مصرحية من بين عشرين مخرجة على مستوى العالم من نيويورك بعد هذا الفاصل يأتيكم زميلي أحمد عبدالعزيز نشكر حضرتك شكراً